في يوم من الأيام حضر رجل لا يؤمن بوجود الله تعالى إلى أحد الخلفاء وقال له في ثقة أنا لا أجد أحدا يقنعني بوجود إله وأتحدى أكبر عالم عندكم وإني واثق من النصر عليه صمت الخليفة قليلا وقال في نفسه إن أمرت بقتله فسوف يقول الناس أنني لم أستطع مواجهته بالدليل ثم نادى وزيره ليستدعي له الإمام أبو حنيفة فلما جاءهم طلب منه الخليفة إقناع هذا الرجل بوجود الله تعالى قال له الإمام أبو حنيفة سوف أثبت لك ذلك ولكني أستأذنك لكي أنهي أمرا ضروريا في القرية المجاورة ثم أعود سريعا فأذن له الخليفة ولكنه تأخر كثيرا فأحس الملحد بالغرور والكبر وقال للخليفة أستأذنك بالانصراف فقد هرب أبو حنيفة لأنه عاجز عن إقناعي في هذه اللحظة عاد أبو حنيفة واعتذر عن التأخير ثم أخبرهم أنه وجد في طريقه نهرا ولم يجد قاربا فجلس ينتظر حضور قارب وطال انتظاره ثم فجأة رأى أبو حنيفة أمرا عجيبا فقد رأى أخشابا تتجمع ومسامير تقف فوق الخشب وظهرت مطرقة وأخذ التدق على المسامير حتى رأى أمامه قاربا متقن الصنع فركبه وحضر أخذ الملحد يضحك ثم قال إن هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون ولا يصدقه أحد فكيف تطير المسامير والألواح في الهواء وتتجمع على الماء ويتكون منها قارب دون أن يصنعه أحد وهنا ابتسم أبو حنيفة وقال إذا كان وجود قارب صغير بدون صانع لا يصدقه عقل فهل يصدق العقل أن هذا الكون بكل ما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر قد وجد بنفسه دون أن يخلقه خالق فبهت الملحد ثم قال صدقت فلابد أن يكون لهذا الكون من خالق هو الذي خلقه ونظمه هو الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كان ثابت بن النعمان شابا تقيا يطلب العلم وكان متفرغا له ولكنه كان فقير وفي يوم خرج من بيته من شدة الجوع فلم يجد ما يأكله حتى انتهى به الطريق إلى مزرعة كبيرة كان بها أحد البساتين المملؤة بأشجار التفاح وكان أحد الأغصان لشجرة متدليا منه تفاح فحدثته نفسه أن يأكلها مد ثابت يده إلى التفاح فأكل نصفها ثم شرب من ماء نهر بجانب المزرعة ثم انتبه بعد ذلك من غفلته بسبب الجوع وقال لنفسه ويحك يا ابن النعمان كيف تأكل من ثمار غيرك دون إذنه وأقسم أن لا يرحل عن المكان حتى يدرك صاحب المزرعة ليطلب منه أن يحلل له ما أكل من هذه التفاحة فسأل حتى وجد داره فطرق عليه الباب فلما خرج صاحب المزرعة استفسر عما يريد فقال ثابت بن النعمان دخلت بستانك وأخذت هذه التفاحة وأكلت نصفها ثم تذكرت أنها ليست لي وأريد منك أن تعذرني في أكلها وأن تسامحني على هذا الخطأ قال الرجل والله لا أسامحك أبدا بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله بدأ الشاب التقي يبكي ويتوسل إليه أن يسامح وقال له أنا مستعد أن أعمل لك أي عمل تطلبه بشرط أن تسامحني وظل يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارا وذهب وتركه والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته ظل ثابت جالسا عند البيت ينتظر خروج صاحب المزرعة حتى صلاة العصر فلما خرج صاحب البستان وجده لأزال واقفا ودموعه تنزل على لحيته فزادت وجهه نورا وقال يا عم إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري ولكن بشرط أن تسامحني عندها قال صاحب البستان يا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن لكن بشرط أن تتزوج ابنتي صدم ثابت من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط وقال أتزوجها قال الرجل إن ابنتي عمياء لا تبصر وخرساء لا تتكلم وصماء لا تسمع ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها فإن وافقت عليها سامحتك صدم ثابت مرة أخرى بهذه المفاجأة الثانية وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه الفتاة بهذه المواصفات خصوصا أنه لا زال في مقتبل العمر وكيف تقوم بشؤونه وهي بهذه الحال بدأ ثابت بن النعمان يفكر ويقدر ماذا يفعل في هذه الورطة ثم علم أن الابتلاء بهذه المرأة وخدمتها خير من أن يأكل الصديد في جهنم جزاء ما أكله من التفاحة فقبل الزواج وهو يحتسب الأجر والثواب من عند الله ثم توجه إلى صاحب البستان وقال له لقد قبلت ابنتك وأسأل الله أن يجزيني على نيتي فقال الرجل بوعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك وأنا أتكفل لك بمهرها فلما كان يوم الخميس جاء ثابت حزين الفؤاد ليس كأي زوج في يوم عرسه وتساءل كيف أدخل على امرأة لا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع ولكنه توكل على الله وقال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت وقال له يا بني تفضل بالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته فلما فتح الباب فإذا بفتاة تقوم إليه وتقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته وقف ثابت في مكانه يتأملها في ذهول وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام ففهمت ما يدور في باله فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده فأخبرها بما قال عنها أبوها فقالت صدق أبي ولم يكذب أبي قال عني أنني خرساء لأنني لم أتكلم بكلمة حرام ولا تكلمت مع رجل لا يحل لي وإنني صماء لأنني ما جلست في مجلس فيه غيبة ونميمة وإنني عمياء لأنني لم أنظر إلى أي رجل لا يحل لي وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وهو يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له أولى به أن يخاف الله في ابنتي فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بناسبك وبعد عام أنجبت هذه الفتاة غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة إنه الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الفقهي المشهور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عندما كان عمر ضياء ثمانية أعوام توفي والده فتولى خاله أمره وتكفل بالإنفاق عليه وتعليمه وبعد عام تزوجت أمه وكان شرط الزوج الجديد أن لا يعيش ضياء معهم فذهب ضياء إلى بيت خاله فرعاه أحسن رعاية وعلمه أمور دينه وقام بتحفيظه القرآن فنشأ ضياء نشأة إسلامية صحيحة وأحب خاله حبا كبيرا وبعد أن تخرج من الجامعة قرر الزواج من ابنة خاله التي وافقت دون تفكير فهي أكثر إنسانة تعرف أخلاق ضياء وحبه لوالدها وبره الدائم بأمه بعد عامين من الزواج لم تنجب زوجة ضياء فذهب هو وزوجته إلى المستشفى وأجر يا التحليل دخل ضياء أولا إلى الطبيب وعلم منه النتيجة وعرف أن سبب عدم الإنجاب من زوجته وأنه هو سليم فابتسم ضياء وحمد الله عز وجل ثم قال للطبيب سوف أذهب لأنادي زوجتي ولكن أريدك أن تقول أن العيب فيه وليس فيها فذهب ضياء وأتى بزوجته من غرفة انتظار النساء ودخل على الطبيب الذي أخبره بأن سبب عدم الإنجاب منه ويحتاج لعلاج طويل فأظهر الزوج الحزن وأيضا الرضا بقضاء الله وقدره مضى بعد ذلك أربعة أعوام والزوجان صابران حتى قالت الزوجة يا ضياء لقد تحملتك ست سنوات وأنا الآن أريد الطلاق أريد أن أتزوج وأرى أولادي لذلك سأجلس معك هذه السنة فقط وافق الزوج وكان أمله في ربه كبير وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولم تنضي سوى أيام حتى أصيبت الزوجة بفشل كلوي فتدهورت نفسيتها وأصبحت تلقي اللوم على زوجها وبينما هي في المستشفى قال لها زوجها إني مسافر خارج البلاد لأبحث لك عن كلية وبعد أيام اتصل بزوجته وبشرها بأنه حصل على متبرع من الهند وسوف يصل معه بأسرع وقت وقبل إجراء العملية بيوم أتى المتبرع ثم استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج لينهي بعض الأعمال فغضبت الزوجة منه وقالت أنا أجري عملية خطيرة وتسافر وتتركني تمت العملية بنجاح وبعد أسبوع عاد الزوج وعليه علامات التعب الشديد فقد كان هو المتبرع بكليته أما الهندي فقد كان عاملا بالشركة التي يعمل بها ولا أحد يعلم بذلك حتى خاله وبعد العملية بتسعة شهور تحمل الزوجة وتضع مولودها وتعم الفرحة على الجميع ويسافر الزوج لإنهاء بعض الأعمال وبدون أن يدري ترك دفتر حياته اليومية على مكتبه ونسي أن يرفعه في مكانه فقرأته الزوجة وعرفت أن زوجها كان سليما وهي التي كانت السبب في عدم الإنجاب كما علمت أنه من تبرع لها بكليته فأخذت تبكي بكاء شديدا ومن يومها كلما جلست معه تنظر للأرض ولا تستطيع أن ترفع بصرها له بسبب إساءتها له وصبره وحلمه عليها فاقترب منها وابتسم وقال لها لقد حاولت أن أرد قطرة من بحر حب وكرم أبيك معي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون أراد شاب طبيب تشطيب شقته فاحتاج إلى عمال لنقل سيارة رمل إلى شقته في الطابق الأول فاتصل بأحد أصدقائه وكان ذا صلة مع العمال أصحاب المهن المعمارية فأسعفه واستجاب لطلبه وأرسل له عاملين لينقل الرمل إلى شقته كان الرجلان قد تجاوز الخمسين من العمر الأول رجل طويل ضخم مفتول العضلات قوي البنية والثاني رجل قصير نحيل ضعيف البنية فسأل صديقه متعجبا هل بمقدور هادان إنجاز هذا العمل الشاق؟ قال له صاحبه نعم وبسرعة تفوق تصوراتك فلا تقلق جهز الشاب صاحب الشقة لهما متطلباتهم وتركهم وهو غير مقتنع أو مطمئن للأمر وبعد ساعات قليلة والقلق يزيد داخل الشاب ذهب إلى الشقة مرة ثانية وكم تفاجأ عند وصوله إليهما فقد أنجز أكثر من نصف المهمة فوقف الشاب ينظر إلى طريقتهما في إنجاز عملهما فالعامل الضعيف يفتح أكياس الرمل ويجهزها فقط ولا عمل آخر له سوى ذلك والرجل القوي يملأ الأكياس ويحملها على كتفه ويصعد بها إلى الشقة قسمة غير عادلة من حيث توزيع المهام والجهد في هذا العمل وبعد لحظات أخبرهما الشاب بأنه سيذهب ليحضر لهما مثلجات وطلب من العامل القوي أن يذهب معه وفي الطريق سأله هل هذا العامل يعمل أجيرا لديك بأجر يومي؟ فقال له لا إنه شريك مناصفة تعجب الشاب من ذلك وقال له ولكن هذا ليس عدلا فأنت من تقوم بكامل العمل وليس فتح الأكياس وتجهيزها بعمل يشق عليك فلماذا ذلك؟ قال العامل القوي أعلم ذلك جيدا ولكن رزقي متعلق بعد الله بهذا العامل الضعيف وسأخبرك السر في مشاركتي له لقد كنت يوما بحاجة لعامل صغير السن ولم أجد وحين جاء إلي هذا العامل يطلب أن يعمل مساعدا لي فوافقت واستحييت أن أعطيه أجر والد صغير خصوصا أن لديه أسرة يرعاها فأعطيته الثلثة من كامل أجرة الحمولة وبقيت على هذه الحال بضع سنين إلى أن عرفت زوجتي بقصتنا فعارضت الأمر بشدة وطلبت أن أستغني عنه تماما ولا أقبله حتى بأجر عامل فامتثلت لرأيها وأخبرته بأن يبحث عن عمل مع غيري حتى أقضي إجازتي وفي اليوم الثاني ذهبت كالعادة إلى مركز تجمع العمال الحمالين لأجد عملا أقوم به ولكن لم يطلبني أحد ورجعت إلى بيتي ولم أعمل في ذلك اليوم وعودت الكرة في اليوم الذي يليه ولكن دون جدوى وتوقف عملي قرابة ثلاثة أشهر ونصف جلست خلالها أفكر لماذا لم يطلبني أحد للعمل وأنا الرجل القوي الشديد الذي ينجز وحده ما يقوم به بضعة رجال فذهبت للمسجد وصليت الفرض ثم استخرت ربي بصلاة ركعتين وأحسست بعد الاستخارة أن السبب كان لطرد هذا العامل الضعيف الذي قطعت رزقه بسبب انصياعي لرغبات زوجتي التي قرأت مفهوم الرزق بقراءة الحسابات الدنيوية واحد زائد واحد يساوي اثنين وسرعان ما ذهبت إلى بيت العامل ثانية وأخبرته أن يجهز نفسه للعمل في اليوم التالي وأقسم لك يا أستاذ أننا عندما ذهبنا إلى مركز تجمع العمال كنا أول من طلب للعمل ولم ينقطع عملي يوما واحدا بعد ذلك فشاركته مناصفة فزادت أجوري وزادت البركة في جميع شؤون حياتي يا أستاذ ليست العبرة في فقير وغني ولا في ضعيف وقوي العبرة أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى وأن نتق الله في ضعافنا وتملأ الرحمة قلوبنا كما قال رسولنا الكريم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال أيضا إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سيدة توفي زوجها التاجر وترك لها ثلاثة أطفال أكبرهم عمره عشر سنوات ولم يترك لها إلا القليل من المال وأثناء مراجعة أوراقه وجدت أن له دينا عند أحد التجار بمبلغ عشرة آلاف جنيه فذهبت إلى أحد المحامين وقدمت له أوراق زوجها فذهب إلى المحكمة واشتكى هذا التاجر الذي تم استدعاؤه أمام القاضي وقد شعر القاضي من أول نظرة بأن هذه الأوراق لا تعتبر بينة أو إثبات أو دليل إدانة للتاجر إلا أنه تعاطف مع هذه الأرملة عندما شاهدها وشاهد أبناءه الثلاثة وفي الجلسة الأولى حضر التاجر فقربه القاضي منه وقال له لقد توفي زوج هذه السيدة وترك هوا هؤلاء الأيتام ولا شك لديك أنك ماض إلى ما مضى إليه وأنك معروض معه على الله عز وجل الذي سيسألك عن الدين الذي عليك له وهو أعلم بما أنتما عليه ولا تخفى عليه خافية والذي يخلصك من عذاب الله لك في ذلك اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار هو قضاء ما عليك من دين الآن فماذا تقول في دعوة هذه السيدة؟ فكر الرجل قليلا ثم قال أمهلني إلى الغد لأراجع حسابي مع المتوفى لمس القاضي في هيئة التاجر ولهجته أنه رجل على خلق ودين فقال له نلتقي في الغد ولكن في بيتي وليس في المحكمة وفي الغد ذهب التاجر إلى القاضي في بيته فواجد الأرملة وأبناءها الثلاثة ينتظرونه فقدم لهم خمسة عشر ألف جنيه بالزيادة خمسة آلاف عن المبلغ المسجل في الأوراق وقال للقاضي ربما لم يسجل زوجها الخمسة آلاف الأخيرة في أوراقه بكت الأرملة وغلبتها دموع الفرح ورفعت يديها بالشكر الحار إلى الله عز وجل ثم لهذا التاجر الأمين وعادت إلى بيتها في سعادة كبيرة وبعد ثلاثة أيام واجدت الزوجة أوراق أخرى في مكان آخر تدل على أن التاجر سدد ما عليه فأسرعت إلى القاضي في بيته وقدمت الأوراق الجديدة فاتصل القاضي بهذا التاجر وطلب منه الحضور إلى بيته وعندما وصل التاجر لاحظ الجميع علامات السرور والفرح على وجهه فابتسم القاضي وسأله ما قصتك أيها الرجل التقي كنت تعلم أنك سددت ما عليك من دين لزوج هذه السيدة ومع ذلك لم تخبرنا وقمت بتسديد المبلغ وزيادة فما الخبر؟ قال التاجر أقسم لك أن المبلغ الذي قمت بتسديده كنت أجهزه لإجراء عملية لابنتي الصغيرة التي كانت في حالة خطيرة وعندما حضرت إلى بيتك لتسليمك المبلغ كان هو نفس اليوم المحدد لإجراء العملية ودفع المبلغ الذي سلمته إليكم وقد تذكرت حديث رسولنا الكريم حصينوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ثم دعوت الله بخالص أعمالي وقلت له أنت تعلم أن هذه السيدة وأبنائها أحق بالمبلغ الذي معي وأنا أطمع في شفائك لابنتي وأنت القادر المقتدر وبالأمس فقط أجرينا لابنتي بعض التحاليل وأشعة جديدة وكانت دهشة كل الأطباء عندما وجدوها قد شفيت تماما ولا تحتاج لإجراء أية عمليات فحمدت الله تعالى وقضيت نهار اليوم في صيام وطوال اليوم في قيام ولن أسترد ما أعطيت وإذا ما احتاجت السيدة أية مساعدة فأنا تحت أمرها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه قصة حقيقية أشبه بالخيال تقشعر لها الأبدان فلقد استيقظ السلطان سليمان القانون من النوم فزع مما رآه في منامه فنادى على حرس من حراسه المقربين وقال له جهز لنا الخيل سوف نخرج اليوم متنكرين لنرى شؤون الناس عن قرب وبعد أن خرج هو وحارسه فقط مر من أمام جثة رجل ملقات في أحد الشوارع ولا أحد من الناس يقترب منها فسأل السلطان بعض الناس جثة من هذه فقال له إنها جثة رجل زان وشارب للخمر وليس عنده أولاد أو أهل غير زوجته ولا أحد من الناس يقبل أن يدفنه فغضب السلطان وقال أليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم حمل السلطان الجثة الرجل وذهب بها إلى زوجته فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا فتعجب منها السلطان وقال لها لماذا تبكين وزوجك كان زانيا وشارب للخمر فقالت له إن زوجي كان عابدا زاهدا لله غير أنه لم يرزق بأولاد ومن شدة حبه للذرية وللأولاد كان يشتري الخمر ويأتي به إلى البيت ويصبه في المرحاض ويقول الحمد لله أني خففت عن شباب المسلمين بعض المعاصي وكان يذهب إلى اللواتي يفعلن فاحشة الزنا ويعطيهن أجرهن ليوم كامل على شرط أن يرجعن إلى بيوتهن ويقول الحمد لله أني خففت عنهن وعن شباب المسلمين بعض المعاصي فكنت أقول له إن الناس لهم ظاهر الأعمال وإنك سوف تموت ولن تجد من يغسلك ويدفنك ويصلي عليك فكان يضحك ويقول سوف يصلي علي السلطان سليمان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين فبكى السلطان وقال والله إني أنا السلطان سليمان وإنه لصادق والله سوف أغسله وأدفنه بنفسي وأجمع جميع المسلمين للصلاة عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم أمر السلطان سليمان القانوني أن يحضر الجيش كله للصلاة عليه وأن يحضر جميع المسلمين وأن يدفن في مقابر الصلاطين العثمانيين وبالفعل حضر الكل فكانت أكبر صلاة جنازة في التاريخ فلا تحكموا على الناس من مظاهرهم واجعلوا بينكم وبين الله عملا صالحا لا يعلمه إلا الله تزوج رجل من زوجة على خلق ودين وبها من التقوى ما يجعلها هادئة وتتقبل كل الأمور بقلب راض مطمئن وبعد عام من زواجها رزقت بطفل جميل أسعد قلبها كثيرا إلا أن زوجها تزوج بزوجة أخرى وأخفى زواجه هذا عن زوجته التي يحبها ويقدرها كثيرا وقد علمت الزوجة بزواجه عن طريق الصدفة ولأنها عاقلة وذكية وترضى بما قسم الله لها لم تعترض ولم تغضب بل لم تخبر زوجها بأنها علمت بزواجه وفضلت الصمت وقالت الحمد لله دائما اختيار ربي هو الأفضل لأنني أحبه وأحب كل شيء يقدره ظلت الزوجة التقية الذكية مع زوجها تعامله أحسن معاملة وتهيئ له جوا من السعادة لا مثيل له وظلت هكذا لمدة ستة عشر عاما حتى توفي زوجها حزنت الزوجة كثيرا على وفاة زوجها وقد رزقها الله الصبر والثبات على فراقه وظلت تذكر والدموع لا تفريقها محاسن زوجها أمام كل من حضر العزاء خاصة أهله الذين تعجبوا كثيرا لوفائها وحبها لابنهم الذي تزوج عليها بعد عام واحد من زواجه بها وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة اجتمع أهل زوجها عندها ليخبروها بزواج ابنهم بزوجة أخرى وكلما هموا بفتح الموضوع تراجعوا من الخجل وبسبب متح الزوجة في ابنهم طوال الوقت والزوجة جالسة معهم وتعلم تماما ما يدور بعقولهم وما يريدون قوله لها وبعد فترة بدأ والد الزوج الحديث وقال لزوجة ولده يا بنيتي هناك موضوع أريد أن أفاتحك فيه وأرجوك أن تتفهميه وتتقبليه دون غضب أو إحداث مشاكل قاطعته الزوجة وقالت له في هدوء لا تقل شيئا يا عمي أعرف أن ولدك قد تزوج بأخرى منذ ستة عشر عاما وقد عرفت من أول يوم لزواجه رد الأب في ذهول وصبرتي كل هذه المدة ولم تخبريه كم أنت تقية قالت الزوجة ليس التقوى فقط هناك أمور تحتاج بجانب التقوى إلى حسن تفكير وذكاء وهذا ما تعملت به مع ابنك فلو أني أخبرته بما علمت وغضبت وحولت حياته معي إلى نكد مستمر كان سيقسم الليالي والمال بيني وبين زوجته الثانية وكلما أغضبته تركني وذهب إليها ولكن عندما استخدمت عقلي جيدا وأخفيت عنه معرفتي بزواجه أصبح عندي كل الليالي ومصروفي لم ينقص شيئا بل وكان يعاملني بحب كبير ورقة زائدة حتى لا أشك فيه وأعلم ما خبأه عني لقد عاش معي ستة عشر عاما بعد زواجه من الأخرى يعاملني كملكة متوجة فماذا كنت أريد أكثر من هذا قال الأب والذهول ما زال على وجهه ووجه كل العائلة ما أروع إيمانك وما أكمل عقلك لقد اطمأننت تماما على أحفادي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب في يوم من الأيام دار نقاش حاد بين زوجين فغضب الزوج كثيرا من زوجته ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها لن ترجعي أبدا في عصمتي إلا في يوم مشؤوم وأغبر ليس به نور خرجت الزوجة ذاهبة إلى منزل أهلها وهي تبكي وبعد أن هدأ الزوج شعر بالندم الشديد وأحس بخطورة ما فعل فخرج يبحث عن فتوى من أحد مشايخ قريته التقى بشيخ وقص عليه ما حدث معه فاحتار الشيخ في أمره وقال له ومن أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الذي ليس به نور سامحك الله إنك لم تصن معنى القوامة والعصمة التي في يديك أنا لا أجد لك مخرجا من هذا أيها الزوج العصبي ولكن يمكنني أن أدلك على شيخ في المدينة أعلم مني قص عليه ما جرى لك وإن شاء الله سيجد لك حلا عاد الزوج إلى منزله حزينا ثم استعدنا للسفر في اليوم التالي ولكنه استيقظ متأخرا بسبب شدة حزنه وتفكيره طوال الليل فأسرع إلى الشيخ في المدينة وحكى له قصته ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ القرية من أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الأغبر الذي ليس به نور؟ خرج الزوج مهموما لا يدري ماذا يفعل حتى وصل إلى سوق المدينة وجلس هناك شاردا لساعات طويلة أمام كشك لبيع الخردوات ثم جاء صاحب الكشك وكان رجلا تبدو عليه علامات الوقار والخلق الكريم وسأله عما به بعد أن لاحظ أنه يجلس هناك على هذه الحال لأكثر من ساعة فحكى الزوج قصته إلى صاحب الكشك وأنه لم يجد شيخ يفتيه فقال له في هدوء هل صليت الفجر اليوم في جماعة بالمسجد أم في بيتك؟ فقال الزوج لا والله لا هذا ولا ذاك لقد استيقظت بعد الفجر فسأله صاحب الكشك هل لك أم؟ وإن كان لك فكيف حالها اليوم؟ قال الزوج نعم لي أم ولكني لم أرها اليوم فقد خرجت مسرعا فسأله صاحب الكشك كم قرأت من القرآن اليوم؟ رد الزوج غاضبا يا والدي لقد أخبرتك أنني خرجت وأنا في عجلة من أمري ولم أتمكن من قراءة أي شيء ولم أزر أمي ولم أصلي الفجر ابتسم الرجل الوقور وقال للزوج اذهب وخذ زوجتك فليس هناك يوم مشؤوم أغبر وليس به نور كيومك هذا فأنت لم تصلي الفجر ولم تقرأ القرآن ولم تزر أمك تطمئن عليها وتطلب دعواتها لك اذهب يا رجل وأعد زوجتك نهض الزوج سعيدا وأخذ يقبل رأس صاحب الكشك كالمجنون وهو يقول له لقد أنقذتني أطلب ما شئت يا شيخ وسأحققه لك رد الشيخ قائلا أنا لا أطلب إلا من ربي أيها الغافل رب الذي أسعدك الآن ورد إليك زوجتك بسوء أفعالك فماذا سيكون كرمه معك عندما تحسن أفعالك شعر الزوج بالتقصير الكبير في حق خالقه وعلم أن كل الأزمات التي واجهته في حياته كانت بسبب هذا التقصير وفي خجر قال لصاحب الكشك الآن عرفت طريقي وعرفت أن كل متاعبي كانت بالسبب عدم صلاة للفجر بالمسجد وعدم تلاوة للقرآن وأيضا عدم زيارة لأمي وطلب رضاها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اشتركوا في القناة